لما جي الرئيس بشار الاسد انا يعني شاهد عيان على ذلك بان الشعب السوري كان ملتف حوله والشعب السوري كان يحبه جدا وهنا في مصر انا كنت بواجه معارك دارية لان انت عارف فكرة التوريس في مصر دي فكرة وكانت انتقدة جدا اه فكرة مش حابينها فيقولك انت لما بتدافع انه بشار الاسد يبقى رئيس في سوريا بتؤيد تكرارات الوافة في مصر فانك وبالصبت فانك بالنسبة للمصريين دي فانا كنت اهاجم حتى في الصحافة لان انا كنت من المتحمسين وانا كغالبية السوريين وانا شاهد على ذلك وبقول يعني ايماني وقناعك بصدق من غالبية السوريين كانوا مؤمنين ببشار الاسد ايه اللي حصل لبشار الاسد ايه اللي حصل اللي حصل يا بي انه هم امنوا بي على انه رئيس اصلاحي رئيس شاب رئيس حداثي حينقل سوريا الى عالم اخر اولا حيعمل حريات حيعمل ديمقراطية حيعمل سيادة للقانون حيحارب الفساد اللي اكل سوريا وازل سوريا وهمش فئات يعني مجتمعية كبيرة جدا وخاصة ان الريف حزب البعث ده كله حزب الريفيين حزب الفقراء حزب الفلاحين ده فقر الفلاحين وهمش الفلاحين لدرجة انهم قلبوا ضده وبالتالي كان امال معقودة على بشار الاسد ان يكون هذا الزعيم الاصلاحي اللي سينقل سوريا الى عالم اخر ولو فعل ذلك لكتب اسمه بمائم اسمه بمائم من زهب ولا على ذكراه على ذكرى صناع الاستقلال من شكل القواتلي وغيره ولكن الحقيقة ان الرئيس بشار الاسد لم يحقق اي من هذه الوعود الفساد في عصره ازداد بصورة كبيرة جدا واصبح الفساد ملتسق باسمه وهذه مسألة خطيرة ان يكون هناك فساد في مجتمع ماشي بس لكن ان يربط هذا الفساد بشخص الرئيس او اقرباء الرئيس دي مشكلة كتير كبيرة سيئة الحريات لم تحصل ولم تحدث على العكس بدلا ان نفتح الحوار المجتمعي ونبدأ في عملية تغيير ديمقراطي خطوة خطوة احنا مش عاوزين كل حاجة في ليلة لا لا احنا قابلين الخطوة خطوة لا بالعكس رجعنا للتضييق وللتعتيم ورجعنا لسياسات القمع لما قامت الناس في تونس في مصر فالشعب السوري اصابوا لعدوى وقال يعني طالما اخواني اللي حوالي وتعارف الحاجات تحصل في مصر تأثيرها في سوريا بيبقى يعني صداها في سوريا بيبقى سريع جدا سريع جدا فالناس طلعت الناس طلعت اولا لم تطالب باسقاط النظام ولم تتعرض الى شخص الرئيس ولم ترفع الشعار الديني كل ما هنالك ان الناس طالبت بالاصلاح اصلاح السياسي فوجه الناس بالقمع والاعتقال وفي احيان كثيرة الرصاص الحي فسقط عدد كبير من القتلى هو كان الرهام على انه مجرد ان يحصل ذلك والناس حتخاف والامهات حتخرج برة وتسحب اولادها من الشوارع وتقفل عليهم البين بس ده يعني ده اسوأ كراءة للمجتمع السوري لما صحيح انت اخد بالك انك اللي قتلته ده له ابن عم وابن خال واخ واب وعشيرة وقبيلة وعيلة فبدأت الناس يعني بغضب شديد تريد ان تاخذ بسقرها اشتركوا في القناة